طيب نتكلم الآن عن بعض النقاط الأخرى الخاصة بتعريف المتغيرات في الجافة سكريبت طبعا احنا تعلمنا كيف نعرف متغير في الجافة سكريبت من خلال استخدام الكلمة المحجوزة في ذار بعد كده نبدأ نجيب الـ Identifier أو اسم المتغير والآن ما أخذ قيمة افتراضية اللي هي قيمة الـ Undefined طمعا بإمكانك أنت بشكل بسيط تجي وتعرف القيمة Explicitly بحيث أنك تقول لـ Undefined لكن هذا الكلام ما تحتاجك كون أن الـ A أصلاً By Default هي راح تاخذ القيمة Undefined طيب هنا راح نتكلم عن نقطة هامة جداً اللي هي ما يسمى بـ Farber Hosting طبعا القاعدة الرئيسية في جيميل لغات البرمجة يقول لك أنه ما يحق لك تستخدم أنت متغير إلا بعد ما تعرفه فعلى سبيل المثال لو كان عندي الآن أنا المتغير A وحاط له القيمة 5 وجيت بالأعلى مثلاً أصدقت متغير مثلاً اسم هذا المتغير B فهنا لو سألناك إيش راح يكون الـ Output أو إيش راح يكون الـ Behavior أو سلوك البرنامج راح تقول أنه بيعطيني Reference Error ليش؟ لأنني قاعد أستخدم متغير وهذا المتغير غير موجود بشكل بسيط بشكل بسيط الـ JavaScript راح ترمي Exception أو خطأ نقول عننا Reference Error قاعد يقول لك أن الـ B is not defined أو الـ B لم يتم تعريفها من الأساس تمام؟ طيب الآن لو بتلاحظوا أن المتغير A تم تعريفه في السطر 6 في اللغات البرمجية الثانية يقول لك أنه ما يحق لك أنت تستخدم متغير إلا بعد سطر التعريف فمفروض المتغير الآن A أقدر أستخدم من السطر 4 ونازل فالآن بإمكاني أطبع الـ A فرح يقول لي أن الـ A هنا فيه خمسة هذه القاعدة الرئيسية لكن هذا الكلام ترجع في السكريبت مش دائما صحيح يعني بإمكاني أنا الحين أخذ هذا الـ Statement وأحطها بالأعلى يعني لاحظوا أني قاعد أستخدم المتغير A قبل أصلا السطر الخاص بالتعريف للمتغير في هذه الحالة ما راح يكون عندي reference error يعني أنت بتلاحظ أن البرنامج يشتغل من أعلى إلى الأسفل فبتقول teacher إلينا سطر 3 أنا ما عندي متغير A فبتقول راح يكون عندي reference error لكن لا المتغير A الآن موجود وراح تكون أو القيمة اللي راح يتم تعريفها اللي هي قيمة الـ undefined طيب إيش السبب إشلون صار هذا الكلام؟ صار هذا الشيء بسبب مفهوم أو concept نقول عنه الفارب والهوستنج الجافرسكريبت في حالة حصلت متغيرات قاعد أنت تعرفها بالأسفل فرح تأخذ جزء التعريف وتضعه بأعلى الكود بمعنى لو بتلاحقوا عندي هذا المتغير A ينقسم الآن إلى جزءين؟ الجزء الأولي هو جزء التعريف أو نسميه declaration جزء الإعلان والجزء الثاني هو جزء definition اللي هو لما أنت تعطي قيمة جافرسكريبت إيش راح تعمل في هذا الحالة؟ راح تأخذ التعريف الخاص من متغير اللي هنا وتبدأ ترفع بأعلى فبيكون عندك الفارب والأي جاء بهذه الصورة بعد كده عملية الـ definition راح تظل في مكانها فالآن من أطبع عن الأي الأي إحنا عارفين أنه ياخد قيمة ابتراضية اللي هي وشو اللي هي طبعا قيمة الـ undefined وهذا هو السبب اللي خلى الـ output يكون undefined لو جيت طبعا هنا وحاط مثلا أطبع لي قيمة الأي الآن الأي راح تلاحظونها جاية بالـ 5 فإذا إيش أبي أكتفهم؟ أبي أكتفهم مفهوم الـ hosting للمتغيرات وش يعني الـ hosting؟ أنه إذا كان في الكود متغيرات ومعرفين إحنا بالـ var في الجافرسكريبت بشكل تلقائي تأخذ هذا المتغيرات وتحطها بـ الأعلى فزي ما شئتم قبل شوية لما يكون عندك الآن الـ a وتعطيه القيمة مثلا 6 أو أي قيمة ثانية وتجي تطبع الـ a مثلا هنا تطبعها قبل سطر التريف لو سألناك الحين وش بيكون الـ output راح تقول undefined شو السبب طيب؟ بتقول بسبب الـ variable hosting أنه أخذ المتغير a ياخذ بس جزء جزء الـ declaration فبراح يعرفها لك بي إلى ألف راح تكون عندك variable a وجزء الـ definition يخليه بالأسفر يخليه زي ما أهو فالآن الـ output هنا راح يكون وشو؟ راح يكون undefined فإذن هذا هو مقصود بالـ variable hosting لو كان فيه متغيرات ثانية مثلا variable b مثلا تساوي مثلا 5 وجيت الآن أنا هنا أطبع مثلا الـ b الآن نفس الشيء الـ b راح تصير معها نفس ما سوينا مع الـ a جزء التعريف لـ a و b راح يحطها بالأسفر راح خلف الكواليس الكود يتحول إلى variable a و variable b أما جزء الـ definition وهو ما راح يأخذه فالآن لو أطبع الـ a و b كم راح تقوله؟ راح تقوله بـ undefined و undefined أما لو استخدمت الـ a و b بعد الـ definition ففي هذه اللحظة الـ a قيمتها بكم؟ بستة و الـ b قيمتها بخمسة يعني الـ hosting أو الرفع لأعلى الكود يكون بس على جزء الـ declaration جزء الإعلام اللي لما تأخذ قيمة الإفتراضية undefined أما جزء الـ definition ما يصير عليه hosting يبقى في الكود في السطر اللي أنت حاطه فالآن لو شغلت راح تلاحظونها بـ 5 و 6 وبالآلة جاي undefined و undefined تمام؟ طيب بالأشياء الثانية المهمة حول المتغيرات في الجافة سكريبت زين؟ جافة سكريبت الـ identifiers واسماء متغيراتها تعتبر case sensitive يعني حساسة لحالة الأحرف تمام؟ على سبيل المثال لو أعطيتك مثلا variable a و مثلا variable age يسوي مثلا 10 وجيت الآن هنا أنا أطبع age واحد من الأحرف كان capital في هذا الحال راح يطلع لي خطأ لأنه small يخرج عن capital في الجافة سكريبت فبشكل بسيط في السطر أربعة أنا قاعد أحاول أطبع متغير اسمه age وحرف A هنا جعي capital بتقول أوكي الـ age معرف عندي لا لاحظ case sensitive حساس لحالة الأحرف عشان كده قاعد يقول لك أن age is not defined أوكي فلازم يكون وشو؟ لازم يكون نفس حالة الأحرف حروف كبيرة أو حروف صغيرة تمام؟